الفاتحة ويسن إلى أرواح والدين ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة خصوصا إلى روح المرحوم أجل محمد بن حلمة ووصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين وإلى حدرة النبي المستفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبدها إياك نستعين إهدنا صراطا مستقيم صراطا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا سيهين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أغنالا في إلى الأذقار فهم مغمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من التبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزسنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مذلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية يردني الرحمن بدره لا تغنعني شفاعتم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل لخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكنون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عيدك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ونلدي نسابك النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معندين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفرون الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صاركين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصلق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجه في زلال على الأرائك منتكون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أطل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعكنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يقسمون ولو نشاء لطمسنا على أعجرهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعكلون وما علمناه الشعر وما ينبغينه إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم نروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم نرى الإنسان أنا خلقناه من نضفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضن نارا فإذا أنتم منه توكدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيدي منقوت كل شيء وإليه ترجعون سنق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبدها إياك نستعين إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يرد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله أحد اللهم صمد لم يرد ولم يوند بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسمس في سدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمنتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إلا هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع علده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤلو حفزهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسمكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كذبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذب عنكم الرجى سهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وألاء آله وصابه وسلم عدد معلوماتك ومدادك لما دكتك كلما ذكرك ذاكرون وغفرع ذكرك الغافلون اللهم صلي أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الدوحى سيدنا محمد وعلاء آله وصابه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفرع ذكرك الغافلون اللهم صلي أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدوجا سيدنا محمد وعلاء آله وصابه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفرع ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم البقيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل أفضل ذكري فعلم أنه لا إله إلا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مسينه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعذي من سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وتنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نسي سناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ العناء يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير المارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العذيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرنا وما كلناه من ياء الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هالية من نواصلة ورحمة من كنازلة وبركة شاملة تقدمها ونهديها إلى حترة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواه أزواجي وذرياتي وأصحابي والتابعين وتابع التابعين لهم بأسان إلى يوم الدين اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك ويسانك إلى أرواح من اتمعناها هنا بسببهم وخصوص إلى روح المرحوم هجين الرحمة بن حلمة وأصوله وفروعه ومن يلتسب إليه أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلأدأ بين أيديهم وضاعف اللهم رحمتك وردوانك علينا وعليهم اللهم اجعل فكاكا لهم من النار ونجاةا لهم من النار وسترا لهم من النار وفداءا لهم من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه اللهم اغفر لهم وارحمه وعافه وعفو عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافو عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدين ومشايخنا وولدهم ومشايخهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارك الأرض إلى ومغاربها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف واردنا وسادد الحاجرين ووالدهم عم الجميع بالرحمة وردوان وادخلنا وإياه في فصيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجنان والإكرام اللهم انقله من ديك القبر واللحود إلى جنكت جنات الخنود إلى زل ممدود وماء مسكوب وفاكحة كثيرة لا مخطوعة ولا ممنوع وفرش مرفوع مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديكين والشهداء والصارحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبر الله منك